اخبارٌ صارة يتداولها المهتمون بعالم العملات الرقمية شركة بوياجير هذه الشركة العريقة في عالم الأصول والعملات الرقمية تعود للعمل من جديد بعد توقفٍ لأكثر من شهر عن عمليات السحب والإداع نتيجةً لعملات اختراقٍ من هاكرز مجهولين المصدر لهذه الشركة أفادت شركة بوياجير شركة العملات الرقمية أن المستخدمين قد يكونون قادرين على إجراء عمليات السحب النقدي من التطبيق بعد أكثر من شهر من طالق التداول والودائع والصحبات ومكافئات الولاء وفي مدونةٍ نشرت على موقع الشركة قالت بوياجير أن العملاء الذين دلهم دولاراتٍ أمريكية في حسابتهم يمكنهم سحب ما يصل إلى مئة ألف دولارٍ أمريكي في فترة أربعين وعشرين ساعة بدايةً من الحادي عشر من أغسطس مع استلام الأموال في غضون خمس إلى عشر أيام جاء هذا الإعلان في أعقاب حكم قادر يوم الخميس بأن شركة إقراض الأصول الرقمية تمت الموافقة عليها لإعادة مائتين وسبعين مليون دولار من أموال العملاء المحتفظ بها في بنك متروبوليتان التجاري في نيويورك وأعلنت بوياجير في حزيران يونيو الماضي أنها أبرمت اتفاقية قرد بقيمة خمسمائة مليون دولار أمريكي مع شركة ألاميدا للأبحاث التجارية بسبب الخسائر الناجمة عن تعرضها لشركة تري أروز كابيتل والتي قيل أن محكمة جزر فيرجين البريطانية أمرت بتصفيتها وتقدمت شركة الإقراض الرقمية بطلب إفلاس بموجب الفصل الحادي عشر في محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك في الخامس من تموز يوليو الماضي قائلة في ذات الوقت كانت هذه الخطوة جزءا من خطة إعادة التنظيم التي ستسمح في النهاية للمستخدمين بالوصول إلى حسابتهم مرة أخرى في أي وقت وبأي كمية من الصحوبات يذكر أن عملية الاختراق قد تسببت في سحب مجموعة من العملات الرقمية من المستخدمين لم يتم الإفصاح عن قيمتها حتى الآن للمزيد من التفاصيل يمكنكم متابعة مقالنا على موقع coinarabnews.com وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار العملات الرقمية أقرب إليك من أي وقت مضى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر